السلام عليكم و مرحبا بكم في وصفة جديدة اليوم ان شاء الله سنقوم بإصابة لتعليق لتعليق العجينات على المرة اللي فاتت اللي يكون نقص منها حالة 2 راح نذكركم بالوصفة في عجالة و ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم و ما تنساوش قبل هذا ديلوا لي جم و دخلوا لي تعليق راح نصلوا و نسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و راح نبدأ في الوصفة بسم الله كما قلت لكم هذا الوصفة كنا دلناها في الفيديو السابق كنت قسمت العجينات على اثنين راح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف كما اشتوا معي في غيسي بيون كنت درت 125 كرام بتاع زبدة حبا وبيض نصف كاز تاع سكر غلاسي مغرف لحظة رشة تاع الملح و درت معاهم نصف كاز تاع الزيت تاع الشيط على ظاني و درت هنية الليم بالفارينا و درت مغرف صغيرة تاع خميرة تاع القاطو و نخلط كامل بالباتغ هنية كما قلت لكم كنت قسمت العجينات على اثنين بعد اللي هنية دتلها شوية تاع الفارينا كنت قسمتها واحدة خليطة فاني و شوكولة اليوم راح نشاء الله نخدمو بيها هنية النحي الباتغ و ندير اللي عجينا اللي فيها الشوكولة هاي اللي حين نخدمو بيها اليوم و رايح نكمل الليمها بالفارينا حتى اللي تولي عدنا عجينا اطرية و كي ما قلت لكم درنا لها مغرف صغيرة تخميرة تاع القاطو ما تنساو هاليش اللي يمكل شي بالفارينا هنية ما صورت معاكم بس كو راكم تعودتو عليا اه الصابلي نديرولو لحجينا اطرية باش ميجيناش اللي فيديو و يجونا طوال و يجونا سامتين كي ما نقولو حنا المهم نخلطا مليح هذيك الشوكولة و نبدأ نزيد في الفارينا بشوية و اللي محددو اللي عدنا حجينا اطرية رايح نحلها و ندخد دو ساعة شي و نطبحها بالعبار الأوفال ذو كاتشوفو معاي نحلوها و ندخد دو ساعة شي و نبدأ و نديرولها في الطابع هذا الطابع الأوفال و هنية كل واحدة و الشكل اللي حبت اديره انا يا كنت ركزتلكم على العجينة بس كنت جي بزيف حايلة نكمل نطبح كامل الحبات اللي عندي و من جي واحد اخرى الفوق تعيرا و سخون نديرهم في بلا او خليهم يطيبوا و هنية القاطو اللي في الكاكاو موشو راح يطول معاك في الطيب منبا سبع دقائق خمس دقائق راح يطيب معاك نشوفو هنية السمك تعال عجينة بس كورا فيها مغرب صغيرة تعال القاطو راح ندير القاطو التاعي يطيب في الفوق و من جي واحد اخرى الكريمة اللي راح نخدمو بيها عندي اوبلين راح ندير بالميزة عندي اوبلين و عندي شوكولا اتغطيني اوبتيلة اهنا راح نوزن 100 كرام زبدة اوبلين اهنا زبدة اوبلين راح تعطيها بنا بزيف حايلة نديرو بخزق 100 كرام و راح نزيد عليها اهنا ايه الفوندو اه نديرو 100 كرام راح يعطيها بنا بزيف حايلة شوفو معايا اهنا ايه انا نبدأ نحيفي بس كونا يراه جامد اهنا حاول انك الضغبية انا بس كو غلبني نديرو 100 كرام في المجموعة تعطينا مئتين غرام بين الزبدة والفوندو هناك مشكلة إذا جاءتك مئتين وواحد ومئتين وثلاثة نورمان شوفو و راح نزيد عليها مغروف تاع الشوكولات التغطيني و راح نخلط كامل بالباطور كما نقولو بسهولة راح يعطيك شغل هذا الكريمة تجيب الكثير وهذه الكريمة هي اللي راح نلسقو بها ليسابلي تاعنا شوفوا معي هنا ليسابلي كيفاش طابوا معانا يطيبوا و يجينا هذيك الحجينة بكثير راح ندير كمية الكريمة حاولي انك ديري بوش ولا انا خدمت غير بالمغروف و لا حبيت اتخدمي بالبوش ديريها في بوش و بدي اتحطي في الكريمة شوفو اهنا ديري كمية لبس بها بالكريمة لانه هذي الكريمة بزاف شابة واللسقو والنحي والزايد بهذه الطريقة نعود معاكم حبا واحد وغلا انا حاولي انها ذيك الكريمة تمشي لك على كامل الحبا وتنحي الزايد شوفو نبدأ ندي حبا واحد اخرى نحط فيها كمية على الكريمة وتبدي بظهرتها على المغروف وتبدي تمشي فيها كامل على الحبا بهذا الشكل و اللسقو احبا ما احبا و من جهة واحد اخرى انا كنت درت ميلانج بين شوكولات بالحالي بدادا و شوكولات بلون اعطيت لها بنا بزاف شابة ميم لاكولا جيت في الكليغ ما جيت مارون حامقة كما نقولو احنا ما جيت في الباج ولا الكريمة جيتنا بين المارون فانسي والمارون كليغ اعطيت لها لون انا عجبني لون بزافة عين نبدأ نقلاسي في الحبات ندير بالفرشيطة نحكم الحبا و بالمغروف نبدأ ندير في هذه الطريقة هكا راحين نحيو الشوكولات هذيك الزيادة و نبدأ نخبط فيها و اديت بابي كويسون فرشته و راحا اكشغل الحبا طبعيها للكتام باش نحينا كامل كما اكتلكم هذيك الشوكولات الزيادة نحاو نقلاسي معاكم حبا واحد اخرى تبدي تديري تركزي على الاطراف باش كامل الحبا توشيها هذيك الشوكولات شوفو و تبدي تخبطي في الحبا باش تنحينا هذيك الشوكولات الزيادة و تحطيها فوق البابي نكمل كامل الحبات اللي محيو اللي عندي و نكملو القاطو ته وهنايا بالبنسو بديت نديل لهم في الضوغي هنايا درت الغبرة و درت معا مشوية تعال المازهر باش عطالنا هذا الشكل يجيب الزفهيل غاح نحل معاكم ولا نقص معاكم حبة تعال القاطو شوفو كيفاش يجينا الصابلي اطري و يتقسم معنا بكل سهولة و هذيك الكريمة تحطيلوا بنا بزفهيلة نتمنى الوصفات عنها اللي متكون عجبتكم لانه صراحة هذي صابلي يجي بزف أشباب مع القطاع الشوكولات و صلنا نهاية الفيديو نتمنى الوصفات عنها اللي متكون عجبتكم ما تنزوج ديروا ليجم و دخلوا لي تعليق تهلا في ربحكم صحف طوركم سلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته في امان الله سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة